صدق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة فيما يعرف بقضية الدخان حيث أسند للمتهمين البالغ عددهم 29 شخصا و 15 شركة تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وتهم القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر وقرر نائب العام حالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك كما أعلن النائب العام إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للمباشرة بإجراءات المحاكمة علنا